ليه رونالدو اعظم لاعب في تاريخ كرة القدم اي حد بيفهم كرة طبعا عارف ان افضل ما اللمس الكرة هو ميسي ميسي خيال كرة القدم والابتاعه حاجة كده هو ما اخترهاش هو اتولد كده انما رونالدو ده جناح يمين عادي جدا جدا مفيش مهارات ولا حاجة اجازية ويوم ما قرري باعظم لاعب ده افوشه حاجة اسمها ميسي تخيل طوع الثلاث سنين لميسي تشوفه افضل لاعب في العالم بس صراحة رونالدو ما سكتش هو اه ميسي عربية فراري ورونالدو لادا بس قرر يعدلها وينافس الفراري رونالدو كان هدفه انه هو يكسر ارقام ميسي يمكن ميسي ما كانش في دماغه بس رونالدو كان عارف انه لو وصل لارقامه هيبقى الافضل على اقل كلنا عارفين ان ميسي ممكن يكون عنده خطأ جيني او غلط في جيناتو بيخليه شوف حركة اللقصاده ابطأ فبيعرف يتعامل فبيبقى ساحر علشان كده بالنسبة لنا حاجة اعجازية مش هتتغير دماغ رونالدو لانه انسان عادي بنفس مستوانة فده ميزه فلما رونالدو فاكر لما جاب 16 هدف في الابطال وقسر رقم ميسي فرحته كانت ازاي فرحته في كل هدف وغضب ولو حد سجل غيره حماسه انه ياخد ابطال ودوري وبطولة مع منتخبه ووقع كتير ووقف رونالدو ده مثال لأي انسان طبيعي اجتهد واشتغل وهتوصل وده اللي يخلي رونالدو الاعظم لانه زي بقية البشر العاديين بس قرر يكون مختلف عنه كنت دايما شايف ان العدل يمتلك رونالدو خمس كرات ذهبية وميسي يبقى خمسة بس ما شاء الله ميسي يوصل لتمن كرات ذهبية علشان يكون افضل من لمس كرات القدم لكن محدش افضل من رونالدو من الناس الطبعي رونالدو هو المحارب اللي انتصر باجتهاده اما ميسي هو الشيء النادر حدوسه رونالدو مثال اعلى لأي حد عايز ينجح يكون بعقلية ويجتهد عشان يوصل زي رونالدو علشان كده الافضل في كرات القدم كمثال للاجتهاد وانك تيجي من الله شيء وتصنع كل شيء هو رونالدو وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة عشان دعمك بيفرق وده مش معنى ان ميسي ميسي في حتة تانية لكن رونالدو هو اعظم بشري طبيعي زينا في كرات القدم